نعلم بحراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن عمر الحديدة كابتن عمر مشرف ومنور حبيب يا كريم ربنا خليه أخبرك إيه؟ الحمد لله حلوة؟ نعم الحمد لله يا رب دائما وهيضا كابتننا الكبير كابتن أحمد حسن دروكبة كابتن أحمد مشرف ومنور ربنا يخليك يا كابتن كريم أنا مبسوط طبعا أنا مع حضرتك النهاردة ومع الكابتن عمر الحديدة أنا أسعد بكتير كان هدف كبير يا كابتن لو كنت بتلعب قدامكم كنت مهدف كبير طيب عامل يا كابتن عمر تماما كيب محمد لأهل والمقصة النهاردة لأهل الحدي الدقيقة 94 ما كانش مسجل هدف بص المقصة بكل الزروف الصعبة دي الفريق هبط لدور الدرجة التانية بشكل رسمي والأهل عانى النهاردة قدام بص المقصة ليه عانى لأهل النهاردة قدام بص المقصة؟ هقول لك هر حاجة كريم ماتش الأهل والمقصة كان ليه سوناريوهين في دماغ الخواجر انت الماتش الأولاني ماتش الاتحاق حققت الناس بتدي تسألك على أحمد سيد غريب وعلى زياد طارق الماتش التاني لقينك غيارة المفهوم والعيب تتاو وميكسوني وحسام حسن أحرزوا الأهداف دلوقتي انت مبقاش عندك البدائل بعد الأجازة اللاعبة اللي موجودة البدائل اللي تقدر تغير بيها مجرارات مباراة اللعب بفكره يعني حتى أقل حاجة موجودة في سيناريو الكؤ المباراة القران ما فيهاش حتى جملة الفاولات كنت بحكي لأحمد في الإصطراحة بيشاوروا مين اللي يسدد معين المفروض احنا عارفين ان المحاضرة ما بتتقال بيتقال واحد واثنين وتلاتة عايز تعرف ايه هي المشكلة في كلمة بسطة جدا حتى ضربة الجزاء وهي بتتشاط بص رامي ربيعة ملامحوا عاملة ازاي كنت بحكي لأحمد برضو انت محترما بين حاجتين العامل النفسي انك تقنع وتقدم اوراق اعتمادك للجماهير وانا موجود ولا مش موجود وهكسب ولا مش هكسب بص بقى عندك تلات مشاكل صح الاداء عشان تقنع بيتجماهير اداء ونتيجة واستحواز مش موجودين صحية اه طيب انا هبقى موجود ولا دي فترة اختبار لي انا هبقى متواجد ولا اعارة ولا بيع طيب كل ده بيدور معاك وانت مش عارف انت بتحسبها لنفسك ازاي بالحتة ولا بتحسبها توتل انت الوحيد اللي قلنا عليه من اسبوعين انا قلتها الحمدلله عالسلام قلو ديانج بيعمل شغل حمد فاتح وشغل قفشة وصنع العيب حتى وهو بيسدد الكرة تحس انه مش مبسوط تحس انه زعلان تحس انه متدايق اما بتجي تعمل غيرات بقت الناس برا عندها وعي من اللي غاية انت زي ما بتلعبش بتلعب كريم في وباكليفت لأ نزل بقى محمد اشرف عشان ديني الشغل على الرأي احمد انت عملت كام اوفر كام الاوفر كروسل انت عملته بلالين لمين وانا عارف ابقى متواجد وبكسافها عددية وعند انفلات هجومة جوه الصندوق عشان احمد عنده الحس كفرود بيقول الكلام ده اللعب الجماعي اللي مميز النادي الاهلي انت قفلت الجيم واحد وعشرين لاعب بحرس المرمى موجودين في تلت ملعب قفلت العمق اشتغلت ملعى الاطراف خلاص بدل قفلت النادي الاهلي الجزء الداخلي خلاص الاطراف ما عندهاش الشغل ده اذا كان هاني مفيش حلول صح ابتدت تتعامل بالحلول الفردية صح بس انا مش هار اصحاده شار لعب ولا اخش اشتغل هاركليز واشتغل فردي في حاتة معينة كابتن عيد مرزي خد فيها مكسب ايه هي لعيبتك الصغيرة مبقاش في رهبة من المباراة دي وانا كنت موجود ضد النادي الاهلي وحش افريقي صح البرونزية للكاس العالمي الاندية يعني انا انت ما هلعف الممتاز به انت مش هتلع بجمد من الناس دي صح ادي واحد اتنين عرفت امكانيات لعيبتك اللي انت هتشتغل بيها بعد الصفقات اللي انت هتخرجها من عندك وتوديها مكان تاني بقى عندك شغل الموسم الجديد انت بدأت المباراة الاهلي النهاردة كمصر المقصة خلاص شكرا يبقى هو ده الاهل النهاردة لعب عملوا واللي عملوا مصر المقصة النهاردة مصر المقصة حتى هو خسران طلع ناجح انه قدر يوصل للمرحلة دي مع النادي الاهلي بعد ما كان خسران من الزماني الخمسة يقدر يعمل كده مع النادي الاهلي فده شكل جاي من مصر المقصة بص يا كابتن اضافة لكلام الكابتن عمر يعني النهاردة المقصة لها شكل صح قفلين الملعب صح قفلين من العمق صح حتى الحلول في المواقف اللي زيدي يا كابتن يا إما كرصات يا إما تصويب صحيح طيب احنا النهاردة النادي الاهلي اختار ان هو يلعب من على الاطراف مفيش مفيش كل الوفرات بلونة طيب أنا خسرت برضو الشغل من على الاطراف مفيش تصويب تصويب بقى كابتن طول الماتش تعقلو ديانج ويمكن كمان ما كانتش مهيئة كانت شه عدية فأنا بصراحة يعني أنا مش عجبني أداء النادي الاهلي مش من النهاردة بس حتى في مبراطل الاتحاد رغم ان احنا كسبنا لو خدت بالك ماتش المصري ماتش المصري لحد ديها 75 كانش فيه غير هجمة للنادي الاهلي وعمرنا ما شفنا النادي الاهلي حتى لو بلعب بفرقة 18 سنة يظهر بالشكل ده تفسيلك ايه مدرب مدير فني شكل اللعبة في الملعب بيبان من المدير الفني واقف كويس بتطلع بالكورة من تحت كويس بتشتغل على الهجمة المرتدة بتشتغل من على الاطراف بيبقى فيه عمتا بيبقى فيه شغل متجهز من الوحدات التدريبية اللي انت شغال عليها طول الاسبوع صحيح رقم اتنين انت مسك الفرقة ده 11 ماتش ماتش رقم 11 فوقت يدايق لكن معلش الكابتن عمراء قالك وانا برضو الكلام ده انا قلته قبل كده المدرب لو مش باين شغله على الالقل خلص الدربات السابتة فاول كورنال ما فيش النهارده النهارده انا واقف اللاعبات بتتخاني على ياخدوا الكرة او بيكلموا بعض على الشوت فاول صحيح الحاجات دي المفهود اصلا بتبقى منظمة ومرتبة قبل زي دربات الجزاء رقم واحد بيبقى كذا رقم اتنين بيبقى كذا لكن احنا انا عن نفسي اتمنى ان النادي الاهلي يفكر في المدير الفني وكمان السؤال اللي عايز اسأله مين اللي اختار المدير الفني وعلى اساس انت جبته النادي الاهلي نادي كبير النادي الاهلي نادي كبير انت مش ينفع تجيب لمدرب تقول لي ياخد ياخد مع وقته ونجربه ونشوف ما في النادي الاهلي مش كذا النادي الاهلي نادي كبير معروف بتاريخه بجمهوره بجيب مدرب أنا عمري ما سمحت عن صوريش طيب في نقطة مهمة أهو يا كريم فاضل يا محمد فاكرة ما جينا هنا في البرنامج وكنا بنقول كل ما الناس تسأل كروش على شريف وقفشة وطارق حامد الردود بتاعته بتبقى عكس الكلام كل مرة في المؤتمر بيسأله على ميكسوني يقولك أنا بريح النشئين عشان أحمال الشغل مش هتوفيهم الإمكانيات إن هو يستمر معاه فيلر كان راجل بيبقى وقف في الملعب ليه محل الأداء بيكتب وهو مجمع تمام المدرب اللي يتدور ويبص للدك ويشاور لتصحيح خطأ عمله دروجبة ليا انت بتشرح لمين طيب هو موسيقى كان بعمل كده أقل طيب احنا كلنا قلنا عليه هو بدأها يشاور ويشاور المفروض تعمل كذا تعمل كذا هو مين اللي بيعلم مين بس كان ناجح ناجح ليه كان معاك المنسبة على اللعيبة دي صح 98% تمام ابتدى يقل بوضوح أنا عايز أسألك من ما انتهى فيلر موسيماني يكمل معاتش كابتن الكلام اللي وصل للأهل دلوقتي بسبب موسيماني هو استهلك كل اللعيبة خلص خلص على اللعيبة موسيماني موسيماني اشتغل تمام صوريش الجيه في معادلة صعبة موسيماني خصالة أفريقيا موسيماني خصالة دوري هتتكلم في ايه انت مطلوب منك كمان أسبوعين هتلعب سوبر موسيماني هتكون جبت الصفقات الجدة هتعلن عنها هتتكلم عنه هو مكمل او مش مكمل هو مكمل او مش مكمل هو ممكن ما يكملش او طبعا او طبعا او طبعا انا سمعك في الفاصل اوراق اعتماد صوريش لجمهير النادي اللي مش مكنعة ايو ما هو ظروف صعبة انا انا فاكرا انا متفق في جزء انه اديني ملامح هو ليس ماداش الملامح دي بس ما هو ظروف صعبة جدا في النادي الاهلي فرقة كويسة انت كسبان المصري معلش في النادي المصري فريق كبير فرقة 2001 في النادي الاهلي فريق كويس جدا فما اعتقدش ان العيب في العيبة المدير الفني موسيماني لازم لازم بصمته تباني مع اي لفن موسيماني في ربطة الاندية اما لعب الولاد كلهم والصغيرين كاملين بمانو بشارقية ولعب قصاد المقاولين مش حقا ترجط بتاعدي المقاصة دي مش هبطت شكلهم النهاردة واقفين شكل المدرب باين بس موسيماني موسيماني كان قادر يشوف اللعيبة الشباب اللي تتكلم عنهم الجيل 2001 هو ما قادرش يشوف انت قلت كلمة في الفاصل أوراق اعتماد كل ولد صغير عايز اسبت نفسه للمدير الفني عشان يكون حاجز مكان أو قدم اعتمد أوراق اعتمادي للجماهير على الأقل صور صور صورش خد استهلاك لعابة الدرجة الأولى اللي خدهم من موسيماني صحيح طيب وانت شغال يعني هنعيد القرى نقول اللي خده أهاب جلال بعد كروش انهيار للمنتخد ما هي نفس الشبيه النادي الأهلي يا كريم ما عندوش استعداد غير ثلاث حاجات تحقيق البطولات استحواز امكانيات لعيبة تقنع اسم الكيان النادي الأهلي دولة جوا دولة انت مطلوب منك تقنع كل دول اه بس ما فيش كده بس يعني كابتن عمر النقطة انه فنيا الراجل ده ما اشتغلش يعني ملحقش يدرب هو بياخد كل تلات ايام اي ملامح كل تلات ايام اي رسمة بالقلم الرصاص تبين شكل التابلونة من غير تدريبة كابتن ده لو من تمرينة واحدة طبيعي جدا هيجيلك فاول هيجيلك كورنل فين الحاجات دي وده تاكتك برضو من ضمن الحاجات بتاع المدير الفني الكور السبتة انا احنا مدربين بلاش تتكلم في جمل كاملة انا مدرب على فقوف كنت سافة كنت هشتغل مع فريط 2001 مع مستر بروكتش المدير الفني التشيكي القطاع النادي الأهلي كنت صعدت مع الفرق احنا برضو احنا مدربين والحاجات دي بنشرحها للعيبة بتاعتنا الفاولات الكورنل الحاجات الدربات السبتة دي بيبقى لها شغل طبعا فهو حتى الحاجات دي مش باينة يعني دي اسهل حاجة اسهل حاجة للمدير الفني يعمل جمل تكتكي صح مش موجود الفكرة كابتن عمر انا معاكم وانا النهاردة انا بفرج على المبالاة بقول يعني على الاقل حتى لو شفاهيا شرح للعيبة حاجات ممكن يعرفوا يطبقوها بس انت ما بتشوفش اي حاجة بتحصل بس انا عايز الجملة الحلقة قلتها هاي اللي صدمتني شوية انه لأ ممكن يمشي وهو ما اشتغلش في ظروف طبيعية عشان يتم تقييمه بالشكل السليم هنقول ما هو ما اختارش اللعيبة هو جيه في وقت بالضبط في مشكلة فيه او فيه اللعيبة مستهلكة جاي اللعيبة مستهلكة ولعيبة شباب بيتساعدوا في منهم اللي بيتساعد لاول مرة كمنافسات قواية عشان كاس الرابطة برضو في النهاية الاهلي ما كانش بيديها اهتمام بس دي منافسات قواية دوري وكاس الحاجة الاهم انه هو جاي على نهاية كاس مصري مثلا جاي على منافسة شديدة جدا في الدوري في اخيرها مش في نصها تمام فالظروف كلها ما تخللاش مش للنجاح ومش للنجاح لمدير فن ومش للحكم يعني ماقدرش احكم حكم بات الراجل لا واقول انه هو مش ناجح الراجل بتقول لقتي لا ممكن يمشي ويمشي طبعا ما انا هقول لك على حاجة دلوقتي انت في مرحلة اعداد جديدة واحلال وتجديد لفرقة الناد الاهلي صحيح كويس انت اللي هتختار كريم رمزي هو اللي هتختار اللعيبة اللي موجودة للسنة جاء هو اللي هتختار صحيح لو في اسم وانت بتذكره للناس الميديا كلها تكتبوا لك بونان على ايه انت تعرفوا من ايه ان شفتوا فين فيلر كان غامض بالنسبة لنا بس من اول لحظة علم بامكانياته على سان داونز شكله شخصيته في الملعب موسيماني حافظ النادي الاهلي من بطولة افريقيا والامكانيات ولعب الاهلي مرة واثنين وثلاثة انت لو جبت اي مدرب عربي معين الشعبين ورد الكروكي هتلقوا لعبه النادي الاهلي كتير انت لقتي النادي الاهلي احمد كنا بندردش جوا الاهلي لو اتقفل منه العمق عمل له مشكلة ما انا عايز اشتغل مال على الاطراف عشان عندي يبقى قوة هجومية وبقى عندي حلات هجومية عندي حلول انا انا ما بحاولش ادافة عن سؤال عشان انا لسه برضو قرأي منكم انا مش شايف له ملامح بس ما هو الراجل ده ببقى عشان اشتغل على الاطراف جيت لقيت طهر محمد طهر مصاب لقيت حسين الشحات مصاب لقيت برسيتاو مصاب لقيت كل الاجنحة اللي في الفرقة واحمد عبدالقادر اصيب منا ده ربط لك مثل المقصة هبطت كل دول اللي ليك بص كلامك شابو كريم رامز ما حدش تكالي طب ممكن تقولي الموقف اللي ما بينه وما بينه مكسوني مصمم انا مش قادر ادعي جاوب جواي ارضي غروري واقول ليه بطلع مبرر يمكن بيشوفه طب انا هشوفه مرة واثنين طب يمكن بيحط لمسات ان راجل نفسيته سيئة بيهيقوا ان يخلي رجلي في الملعب فهه يديله عشان يستعيب يستوعب او يستدرك الموقف مش لاقي في حاجة كمان امور ترسوكية انا هبيعي ازاي اللعب جايقوا بسعر كبير جدا وهو قاعد معي عدك انت هو ده كده هبع انا معرفش يعني هو ممكن يكون ده الفكر انه الاهلي ده بيحصل في اوروبا كمان في بعض اللي عبين بيجوا في اخر الموسم الفرق بتاعتهم بتشاركهم عشان اقدر اسوقهم بعد كده بدلا ما هم مش موجودين خالص طب هولا خلي حاجة معظم اللعيبة من وجهة ناظر اللي هو همشيها بالتسلسل واحمد مش عارف احمد يا ايدني ولا لا محمود متولي جاي انا بقول جاي محمد محمود جاي في حد انت متمثم بتتوسم في خير نايد طارق مباشر جدا بوس احمد وزياد محمود ومحمود صغيرين ده النادي بيتهم اللي اتربوا وعارفين اساسيات الشغل من الصغر ايه انت تعرف كبتان احمد قطاع الناشئين في الاهلي كويس وعارف انه في لعبين كويسين اللعبين دول ليه ما اطلعوش من بدري يعني دلوقتي دول اللعبين الناشئين دول بس عشان افكر للناس دول اطلعوا بقرار مجلس ادارة بعد ما اتزالة مفيش مدرب مش سوارش ولا موسماني ولا اللي قابله يعني مفيش مدرب كان بيجي اجنابي في الاهلي وبيكرر انه يطلع عدد من الناشئين بس موسماني الموسم اللي فات كان بيجي لنا القطاع عارف انت اوقات كنت بحس ان هو جاي بحلة بيقدي شغله خلاص عارف انت اللي هو ايه ما اوزارك اه اتقلو روح قطاع الناشئين فراح اه راح مرتين كده ولا حاجة اه لكن اشوف حد يطلع مفيش فرق الفين واحد فرق ويسا جدا ايه لما كان بيروح قطاع الناشئين بيعمل ايه بيبص على الفرق وده اللي مفووض يعمله طيب انت الفرق التانية واحد حاجة فرقة الفين واحد دي المفوض ان هي مرتبطة بالفرق الاول معروفة فانت عندك فرقة كويسة وانت شفت احمد سيد غريب كويس شفت داميدو نبيل ده اه 2004 شفت بعض اللعيبة كويسين في الفرقة ودول انت ما حاولتش تطلعهم معاك ولا تشاركهم انت الموسم اللي فات ما انت كنت بتكسب ما عملتش ليرويتيشن بين اللعيبة ما كنتش خلصت على اللعيبة الاساسية بالشكل ده اعمل تطعمات كويسة ده لا ده ده مسماني فرقي ايه كان فيه مشكلة اكبر انه كان بيعتمد على حوالي 13-14 لعب وباقي القائمة اصلا بيعتمدش عليها موضة غلط فعشان كده اللعيبة استهلكت تماما انت انت ما كنت بتفكر في حمدي فاتحي اتعور فكرت في عمرو سلاء اتعور قالوا ديانج التلاتة اللي هم رمانة ميزان يزبطوا اي هيكل اتعوروا انا الموضوع ده انا ممكن اعتمد على 13 لعب كمان بس الكلام ده الاندية التانية اللي هي في اخر الجدول او في اندية امكانياتها ضعيفة لكن انا في النادي الاهلي مفروض الاساسي زي الاحتياطي والاحتياطي زي الاساسي مينفعش اصطاع يعني اخلص اقول لكم حاجة شيء بشي اذكر يعني الياما ديد كان عنده الاسبوع اللي فات مبارات السوبة الاوروبي النهاردة انشلوتي في مبارات رياما ديد الاولى في الدورة قدامها الميليا عامل روتيشن يعني اعاد ديبت قلبه بره ومعاد كازيميرو بره ومنازل ماتشوانيني ومنازل روديجر اه انت بتخاقي ده لسه اللعيبة ملحيش تتعب لسه بديني الموسم وقالك لا عامل روتيشن انا شلقها متتصابش مني تخيل النهاردة كمان لو لاحظت التغييرات خلال الفترة اللي فاتت بيشيل فيروود يطلق يدخل فيروود مفيش كده في الدنيا بس انتو خضطوني النهاردة في موضوع قصد ربا بيقولك خضطوني فكرة انو انت بتقولي ممكن يرحل لا ما انتو فيه ممكن حاجة عند الوقتي يعني وصلت لديئة خمسة وستين سابعين ولسه المواتش درون والمواتش منحصر في نص في تلت الملعب ما اتنين فراودة المفروض اللعيب بتاعي الجيج لان انا اغير وماشت اللعيبة الناد الاهلي تتفاصل اي شكل تقدر تلاتة خلال اقولك على حاجة لغاية الديئة التسعين انت بتلعب بتلاتة متولي وربيعة ومحمق منعم وانا بيهاجمني فيروود واحد بيلعب على المرتدة تب هقولك على حاجة افرد الكرة اللي جابها جون افري داخل الجون هتعمل ايه اه سعدك انا هيخاطر بقى كابتن عايز عنده راحة انا جبت جون فلسه الاهلي هيتعادل وهيبتدي هاجمني يعني لسه فيه خطوطين مش خطوة واحدة اما الاهلي جاب جون خلاص الناس كلها شافت ان المقصة زي مبارات الزمالك من الاول هضغط خمسة واربعة وستة وتمانية وزي ما هيجوا توصل بك اللعيب وهو منهار من الانفعال انه بيقولك كرة مش ضرب الجزاء انا حقي انا شخصية المدير الفني بتبان على اللعيبة داخل الملعب بص لكابتن حسام حسن لما بيمسك ايه فرق اللعيبة بتتحول ازاي بص الفرقة بتشتغل ازاي بص المدير الفني بس انت برضو بيبجارديولا اول ما نحن مانشستر سيتي كان مانشستر سيتي بيعانجي يعني فيه مدربين بس شغله بيعان خلينا في مصر عشان احنا احنا بانك قلب مفتوح مهيكورة بس الناس الهناك دي من غير الاختراع هي بتمشي بالمعادلة اللي مرسومة مهما كان الموديل الفني موجود اما احنا هنا لازم اغير المعادلة وغير شكلها واعمل الفنكوش وعمل له بتعم واثنين وثلاثة 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 مهي اللاعبه اللي تمشي من الاهلي الموسم لا تمشي دي بص اقول لك الحاجة انا عندي كلمة بسطة جدا اللاعب اللي مش حاسس بقيمة النادي الاهلي بكل ريحية يقلع التشارت ويقول انا مش عايزة كامل وفيه نقطة خطيرة انا شايفها في النادي الاهلي بقى له ثلاثة اربعة سنين العين اللي بتختار اللاعب صح احنا معلش يعني من غير زعل ام امير مرتضى منصور في نادي الزمالك بيعمل صفقات قوية جدا والصفقات نادي الزمالك اخر ثلاثة اربعة سنين قوية جدا فاحنا الصفقات في النادي الاهلي انا مش شايف حد يعني حتى بدر بنوني اللي قلنا هيشيل الدفاع لو بالمقارنة بالثلاثة اربعة سنين زي ما انت قلت هيرد عليك حد من الاهلي يقولك ما في الثلاثة اربعة سنين دولار واخد اتنين دورة عبطال افريقيا اه حاها تلتتشان بطولة لو انت هتكلمنا على الصفقات الصفقات الاهلي العمالة هي اللي كسبتوا البطولات دي طيب ودلوقتي مش هي الصفقات دي اللي موجودة دلوقتي اه ممكن تقول مثلا في المراحل الاخيرة كان في الصفقات مش كويسة ممكن تحدد عادي ممكن تقول لي بسا ميكي سوريا ماخدتش صفقات كويسة ممكن تقول لي بيرس تاو مكنش بس كل الحدية بما فيهم بما فيهم الزمالك والاسماعيلي والمصري والاهلي في صفقات كده بتاعك اسماعي يا كريم احنا بيرس تاو قدم اوراق اعتماده في مبارات الاسماعيلي مصر كلها لتلك بس جبنا جبنا امهر لعيه في النهاية انا لو النادي الاهلي مسؤولته عقدات وجبت بيرس تاو انا كده انجحت ليه انا جايب لعيب منتخب جنوب افراق المتعلق جدا جايب لعيب من انجلترا جايب لعيب يعني هداف اه يعني مش جايب لعيب قليل يكونوا بقى ان هو مقدمش المستوى فانا هنا كتعاقدات في النادي الاهلي مخترتش غلط لا انت بس بس هو مش احمد مش ازدوجيا مش موضوع اخترت غلط هم دول اللي حققوا في مطش الوداد هم دول اللي حققوا في كاس العام الاندية هم دول اللي مصر كلها اتكلمت على الميديا ان الاهلي هي لعب الهلال وهتبقى مشكلة في كاس العام الاندية اصبنا اربعة ام دول اللي حصل احمد عبدالقادر موضوع الاصابات ان الاهلي بقى عنده مستشفى فيها ناس مصابة مستشفى كاملة كل يوم النهاردة كريم خارج بكيس التلج على عضلة الخلفية صحيح النهاردة قاله ديانجي في كرة بيعمل مع محمد هيني رجع بدهار وقع انا قلت بس تعور ما هو ده اللي بقيلك من الصمرة القديمة صحيح ومين بطل الدوري السنة اللي فاتتها كابتن الزمالك والسنة دي غالباً الزمالك هل الزمالك من نفسه كده ولا في عين شافت لعيبة كويسة الزمالك كان عنده فترتين كده مقفولين يعني الزمالك اصلاً ما عملتش تعاقدات كمان جديدة بالعكس ده استغنى عن لعبين يعني او يعني لعبين خارج تلعب لعبة صغيرة تلعب عشر سنين خلي بالك اه في لعيبة فعلا لا الزمالك عنده لعبة بس انا انا برضو عايز اوضح نقطة مهمة جدا السبب اللي وصل ان دي الاهل الكده موسماني موسماني بالزبط كابتن خطيب قالك في المؤتمر الصحفي احنا مش ملايكة احنا فيه خطأ طبعاً فيه خطأ موجود اهم حاجة انك تعرفه وتتلاشاه عشان انت مش مطلوب منك غير كده لو رجعت بالذكرة واحد وتسعين اتنين وتسعين كان مستر ديفد مكاي وكابتن فروق جعفر كسبو واحد وتسعين اتنين وتسعين تتنين وتسعين والكابتن انور بيسيب كتب مجموعة لعيبة كان لها الشرف ان انا كن في الناد الاهل من ضمن المجموعة دي يعني انا هقول من المحل لو احمق كان في المحل اهو واقل كان في المحل في الوقت ده جي جمل السيد جي بوددهب جي كامونة جي رضا جي مجد طلبة جي عمارة جرياس الردوان فليكس جبت احتفظنا بكل القيم والاسماء الكبيرة وجبت حسام ابراهيم من يوشاتل احتفظنا باسماء اللعيبة الكبيرة دي انت عملت حكتين الاهلي كان بلعب بطولة عربية في تونس وبيلعب افريقيا في مصر معه فرئتين كابتن احمد ماهر رحمة الله عليه موجود واحنا بلعب في اسيوبيا وهاريس كان موجود في القاهرة بيلعب في الوقت ده انت معك فرئتين وعودتنا ان يبقى عندك فرقة واثنين وثلاثة اما فكرت تلاعب نادي الزمالك بالناشئين في المشكلة اللي حصلت ما بين الكابتن صالح وكابتن جوهري ظهر محتفظنا بالالقاب كابتن بدر رجب وكابتن محمد سعد وكابتن عبدالصادق وشامس حامد وحمد مرزوق وجماح مجمال وده عبدالصادق كل الاسماء دي كانت موجودة جوهري كان بيعملها معانا في 2009 كابتن احنا كنا خمس فرودة في النادي الاهلي في مرة كل الناس كل اللعبة كانت بتلعب كله بيلعب بص هو يقولك من الخمسة وانا هقولك وإحنا فارس كان من الخمسة محمد رمضان فليكس حسام حسن احمد عفتاح كشري رمضان ايه ده ايمن شوقي ستة وبتلعب اتنين خط الظهر جمال وابو الدهب وكمونة وايوب وانا ويوسف ومشير وابرهيم سعيد وحسام غالي وشرف وعلى عب صادق بتلعب من الحداشر اتنين كان عندك وحسام حسني بلال هاني العجيزي كان خلبي بيبو كان خلبي بيبو كان مفضل لوقتها كان اسام حسني بلال وانا والعجيزي وكان بقى متعب وفلافيو خامس صح محمد حسن جمع عمان المزيل يعني عموما الوضع في النادي الاهلي كده كده اصلا في اطار التعديل بحسن معالي كابتن محمد الخطيب وانت قلت حاجة مهمة جدا وانا بمكن اقولك معلومة ان الاهلي فعلا اتم صفقات جديدة مهتشا مطلوب يا كابتن لسبب اولا انت بتجيب لعب كثير يا كريم مش واحد ولا تليل بتجيب لعب كويس النادي الاهلي عشان بيتعقد مع لعب اساسي زي احتياطي فطبيعي ان انت لازم تلعب الناس صح علشان هتجيب لعب كويس وما لعبتوش طبيعي انه مش ايبقى جاهز فاي مش ايبقى جاهز فاي مش ايبقى جاهز فاي في حاجة في الكرة كده بنقولها بلغة الكرة انا عايز لعب جعان كرة حلوة دي حلوة دي زي الشباب اللي في الاهل انا عايز اقتم بالفكرة دي بالحتة بتاعت جاهز كرة الاهلي فعلا محتاج لعيبة جاهز كرة اه طبعا صحيح يعني لعبها صغيرة محتاجة تثبت نفسها لسه صحيح صحيح اللعيب بيجي النادي الاهلي عادي بيبقى سوبر ستار بالزبط بايه بتحقيق البطولات وبتحقيق الانجازات مش العكس مش العكس عمر النادي الاهلي لو هنحسبها جملة بسيطة مانول جوزيه اهلي عمل مانول جوزيه مش مانول جوزيه اللي عمل النادي الاهلي مورينيو عمل تشيلسي العكس مش المدير الفني هو الايدو او جارديولا هو اللي فرق في الامكانيات كابتن عملي دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بستمت عاجلنا بتعودك معك حبيبا كريم ربنا اخذك عليك شكرا جزيلا كابتن احمد دايما نجمه دايما مواجم كبير ودايما نفتكرك بالخير ودايما اسمه محترم شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا نستم كمليين مع حضراتكم بعد الفاصل الأسدزة الكبار أستاذ محمود صبري أستاذ شريف عبدالآدر خليكم معا